السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة لماذا لماذا دائما دائما اول لعب يخرج هو رياض محرز لماذا في راس في راس بيب غورديولا حاجة واحدة محرز لو ما يسجلش هدف يخرج محرز ما يسجلش هدف يخرج هذه هي القاعدة اللي يمشي بها غورديولا اول لعب لازم يتغير محرز كون يطير كون يطير كون يدير مقابلة كبيرة لازم يخرج لانا اا بيب غورديولا من الول من الول محرز باش يبقى يلعب لازم يسجل هدف ما يسجلش هدف ما يسجلش يخرج من الملعب هذا هو رياض هذا هو بيب غورديولا مع علاقته برياض محرز رياض محرز اللي اول هاجة مقابلة مملة 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 الاقصى حدود ليتم بطيء ويعني مستوى يبين باللي اللاعبين يعني مرهقين بدنيا الاقصى درجة. الرياض محرز في البداية حاول انه يتحرك وعطاه كرة لجسيس بالماقاس جسيس ضيع وجه لوجه فاسا فاس. فاسا فاس. من بعدها الكرة اللي اعطاها دي بروين لفاسا فاس ايضا محرز ضياحة. ايضا دي بروين رجعت له. وزيد ضياحة حتى هو. من بعدها ما يعني اه لعب ممل من كيلتر يعني فريقي سواء مانشيستر سيتي سواء مانشيستر ميتد. لعب ممل اه مقابلة مملة. اه الشي الاخر اللي لاحظناه انه اه دي بروين ايضا ضيع ضيع حتى في الشوطة الثانية وجه لوجه لكن ما يتمش اخراجه. اه مباشرة اخراج محرز ودخور طوريس. لكن الحاجة اللي اه لاحظتها او رماركيتها يعني في الصورة في الصورة. خروج محرز اه ما صافحش غورديولا رغم انه بجنبه غورديولا صافح اه اللاعب زميله طوريس. هذا ما يبين ماذا? ما يبين انه محرز اصبح حافظ حافظ السيناريو وحافظ. ايضا قالوها محللين تعالى اللي قانت قانت محللين بين سبوروش قالو قالو قلك بيب غورديولا اصبح في مفكرته اول تغيير يديرو هو رياض محرز يخرج. لازم رياض محرز يخرج. لماذا رياض محرز يخرج? لان بيب غورديولا باش يخلي رياض محرز لازم يمركي يسجل هدف. ما يسجلش هدف يخرج هو الول يضحي به. هذي هذي هي هذي 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 طريقة ماشيستر سيتي. التضحية برياض محرز. موقع هو سكورد اعطاه ستة فاصل خمسة. نتمنى التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات. اه اه ماشيستر سيتي اه اللي يقودها غورديولا. هذي 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 هي ماشيستر سيتي. التضحية برياض محرز اه غورديولا اخلاص. ورياض محرز ايضا خلاص فهم الدرس. يجب تغيير الفريق. ان شاء الله في مركاته الشتوي. كون كلام اخر. بقعد محرز في ماشيستر سيتي مش مفي صالحه صراحة. نقولها حقيقة موش في صالحه. يجب يغير سواء الدوري الايطالي سواء فريق اللي يعطيه اه وقت اه كافي ويقدر امكانياته ومجهوداته. اذا اه في الاخير ملتقنا مع مزيد من الفيديوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.